هكذا يبدو المشهد في المقطع رقم 2 من طريق بوتليميت ألاك الذي طالما أرق سالك هذا المحور من طريق الأمل نشاط دؤوب للآليات وورشات العمل في سباق محموم مع الوقت لإنجاز الأشغال في هذا المقطع والمقطع رقم 1 من الطريق وإكمال العمل وفق المصطرة الزمنية المحددة بـ 30 شهرا نحن نظرك في مشروع لودة لودة ألاك بوتليميت مقطع رقم 2 وفي نهايته لي بك 54 ونظرك متباركين مع لمسات الأخيرة اللي هي نقول الحفينيسيون عقبها اللاكترون وطول الطريق 54 كيل ممولة من طرف فادس وبعث رقاب ستريم سيدي وتقدم الأشغال في المشروع حوالي 29% ونحن إن شاء الله عاقدين العزم نوفه إن شاء الله في لديك وانتركتين وزير التجيز والنقل السيد محمد أحمد محميد مرفوقا بوالي البراكن المساعد السيد محمد العربي والمحمد تفقد سير الأشغال في هذا المقطع طرقي ووقف على وطيرة العمل ومستوى التعبئة الفنية واللوجستية في هذا المشروع الطرقي الحيوي واستمع الوزير إلى عروض مفصلة من مكاتب الرقابة والقائمين على الأشغال حول مجمل التفاصيل المتعلقة بالعمل والجهود المبذولة لإتمام الأشغال في الآجال المحددة وزير التجيز والنقل جدد تعليماته بخصوص التقيد بمصطرة الآجال واحترام المواصفات الفنية للعمل وأجر الوزير عدة توقفات على طول هذا المحور لمعاينة وتيرة الأشغال والإقاع العام للعمل مشددا على ضرورة إكمال بقية العمل في الآجال المحددة اشتركوا في القناة